أكد العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهابة الخليفة ومدير عامل إدارة العامة للمرور أن الإدارة وضعت خطة مرورية تزامنا مع إحياء موسم عاشراء في إطار جهود الإدارة لضمان سيابية الحركة المرورية وأكد مدير عامل إدارة العامة للمرور تكثف التواجد المروري في كافة الأماكن التي تقام فيها الذكرى من خلال ترتبات مرورية خاصة منذ ليلة الثامن من شهر محرم وأشار الشيخ عبد الرحمن إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية لضمان سيابية الحركة المرورية والالتزام بالتحويلات المرورية في حالة غلق الشوارع وشدد مدير عامل إدارة العامة للمرور